في آخر أعمالك مع النجم ياسر جلال تأريف الأستاذ أنور عبد المغيس وإخراج الأستاذ إسلام خيري جودر إيه العظمة دي؟ وإيه الرستقة دي؟ وإيه الشغل اللي نعود نتعلم منه ده؟ وإيه الترند اللي انت عمل فيه ده؟ والله يا حبيبتي أنا مش عفو قولك انت كلامك كده خليني حاسة أن أنا طفلة صغيرة محرجة ومكسوفة ومش عاش نرد عليك والله يعني بصي هو أنا قلت أنه ربنا طفطو علي حبيبتي أه والله ليه بقى؟ لأن طبعا أنت زميلة وعارفة اللي حاصل في الوسط وكده فالمسألة بقت فيها حاجات صعبة شوية وده احنا بنعافر والنقابة بتحاول وكلنا بنحاول فأنا كان بقى لي فترة كده يعني وصلت لمرحلة كنت الأول بكبر بقى دماغي ومش مقفر معايا للحكاية فالحقيقة كان قبل رمضان تمنيت قلت يا رب يعني يعني لو رمضان ده كده يجي لي حاجة كويسة مش مهم يعني دور إيه مساحة قدية بس يبقى دور حلو يعني فالحمد لله رب العالمين جالي الأول أن أنا أعمل دور في مسلسل إسموفوبيا للأستاذة الفنانة رانيا يوسف نعم وفعلا رحت فرحت رحت صورت وبعدها بصورت شوية كده قال له إحنا هنتوقف وهنكمل إيه بعد رمضان أيو ما جذبش عليك تضيئت طبعا قلت إيه ده الحمد لله طبعا أنا أشتغلت بس أنا كان هي أمنيتي أي حاجة في رمضان كده يمكن الحاجة دي لو هي كويسة الناس قلت أمساتي دي كويسة بقى يعني هي فين بقى ولا إيه بقى ولا ولا هنفضل كده على طول ولا إزاي كل ده كنت أعمل أقول ومنهارة ومتضيئة وصعبان علي نفسي وحاجات كده يعني شغل قدر كده إنه فجأة جالي جودر فأنا أما قريت الدور يعني الدور صغير وأنا مش فارع معي الموضوع ده بس لا 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 أنت دور أنت خلتيه يعني خلتيه دور كبير عظيم حبيبتي والمساحة بالنسبة ليكي بخبرتك وبطاقة الحب الفن اللي عندك لا أنت خلتيه ترند حبيبتي يعني رغم السفر المساحة أنت خلتيه الدور ده ترند حبيبتي بصي شوفي بقى هو أن اللي حصل وفي كذا حاجة هي سببت في أنه يبقى ترند سبحان الله أول حاجة فيهم إن ربنا بيطاطب علي يا أنا شخصي لأن أنا كمان لما قريت الدور ولاقيته صغير كده بس بفت شرف قلت طبعا برضو حاجة لها إيمة مش ملاش إيمة بلاس بقى مخرج مسمع فنان جامد زي ياسر جلال وأنور أبناء مولادة كبيرة في المساكلة والشركة المتحدة واروما حاجة يعني عظم لعناصر النجاح موجودة فأنا قلت طيب أبص كده أقراه كده فتخيلته فقلت أول في ليلة بقى لها يعني سنين ودي أكيد مشوفت البرومو حاجة واهمة قلت لا 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 ده لازم أعمل أنا الدور ده فاتقالي بقى هتعبلي يا إيمة الماسك يا إيمة هنعمل لك حاجة تانية يعني سيلكون وحاجات كده قلت له أنا ما عنديش أي معنى أعمل أي حاجة وحسيت أن الدور ده هيحمل حاجة بس إيه بالأمانة ما توقعتش كده خالص يعني قلت وهي أعمل حاجة يقول لك إيه مثل نادية والله إيه ما بسلك وإيسها أي عامل بدوره وإنت حضرتك بعد كل العظمة اللي إنت عملتها في حياتك لسه مستنية حد يقول لن نادية وإيسها نادية عظيمة الله يخليكي يعني بصي الصورة يا خبربياد يا خبربياد إيه ده حبيبتي إيه العظمة دي والله العظمة عالمية لا تقلي شوفي بقى يا حبيبتي أولا هي عناصر نجاح كلها تحطت يعني من كل حاجة فأنا طبعا أول ما دخلت ورحت الشغل يعني ودخلت الكرافان وابتدوا يعملولي اللي أول عملولي تست تست كاميرا تست ميكب فلما عملت التست بتاع الميكب ده عادنا فيه حاجة بتاعت ساعتين تلاتة مش فكرة حاجة كتير قوي كده فالحملية مش سهلة فما بصيت كده في شكلي أنا بتجدت أحس إن أنا إيه ده ده فعلا ده مش أنا ده الشخصية طبعا أنت موسلة وعارفة أيوة أيوة ده بيدخلك جوزء من آه عامل مساعد طبعا جدا 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 فكمان لما جيت بروحت بقى يوم التصوير ولقيت بقى الدنيا المقابلة حلوة قوي أنا ده يهمني أهم من أي حاجة مقابلة حلوة قوي وكل ناس زو وكل ناس فرحونبية والحاجات دي أنا حسيت بحدة تانية فحسيت فعلا بجد أن أنا حب الحكاية عملوا لي بقى وشي بقى بعبقارية شديدة جدا 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 مين العبقاري المكير أنا أسفل هو الأستاذ إسلام طاقم كامل أيوة أيوة فجوهم عملوا بقى كمان عملوا لي شعري بعدها لبسوني صلعة وبعد الصلعة دي بقى حطوا بقى شعر كده أبيض أبيض آه وبعدين طبعا الأزياء لا يا سلام يا سلام حاجة ما حصلتش فطبعا أنا حسيت من أول ما تعمل الميك أب ده أن أنا فعلا دخلت في الشخصية لك أنت تخلي حد يبقى مسك الحتة دي شدها ودي شدها وبعدين حد يحط حاجاته وبعدين السشوار وبعدين سيبرته حاجة قطلة ولكن النتيجة مبهرة النتيجة مبهرة لا 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 فأنا كنت فرحانة جدا 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 أن أنا حعمل الدور ده بالشكل ده أهو أهو جميل أهو أماريا أماريا الشخصية طبعا يعني الأماريا قاعدة ده بس دي شخصية وضعي أنا ما بشوف نفسها مش انتي خالص أقسم الله استغربة جدا جدا